مباراة سبورتنج دودار وحرس الحدود مدام وفقت تلعب كرة كمؤسسة مؤسسة العسكرية مؤسسة أصلا كلها انضباط فهي أصلا أيمة وأنجح مؤسسات في الدولة فيها انضباط انت بقى كرابطة انت كرابطة وكالتحكرة مدام فرقة بتلعب في الدوري أو في الدرجة التانية أو في أي حاجة مدام غلطت لازم تتعاقب ممكن تقولي من بعد الأحداث بتاعة مجارات سبورتنج وحرس الحدود حد طلع من اتحاد الكورة أو الربطة عمل عقوبة واللي هم معتمدين على نعمة المسيان حصل اللي عرفوا أن قبل المطش في السلام الوطني فينة حرس الحدود ما كانتش مغول ودي عادي مرائب المباراة دي مش عادي خالص على فكرة ومرائب المباراة عليها أتاب كبير أنه يبدأوا السلام الوطني ده مطش أهم مباراة ده حالد الدور المصر أسوأ موسم أيها ليه ليه دربوا السلام الوطني قبل ما فرقة الحرس تطلع أقول لك حاجة لو أنا في اللجنة أو في الربطة أو في الاتحاد لأن كل حاجة بقى كله بيحد فدودار الغلط لا ده اتحاد لا ده ربطة أيا كان مرائب المباراة الطبيعي أن أنا أستنى حرس الحدود يطلع عشان منظر ما يبقاش كده وبعدين أروح مدي عقوبة لكن أنت المنظر عايز تعمل فيها شارب وأن أنت شارس وبالدقيقة وبالصنطي لأ أنت يعني إيه سبورتنج في النشيد الوطني اللي هو أصلاً نادي حرس الحدود بيه ومثل المؤسسة العسكرية نشيد الوطني أصلاً حرس الحدود بشريه نشيد الوطني للجميع المصر للجميع بس أنا بكلمك أن أنت أصلاً أنت أميده معلش أنت خايف ما تعملش سلام موطني بقى سبباش منظر كده بيدو ده أحداث إحنا بنتحك عليك بتصدر النفس المشكلة ممكن الصورة اللي بعد كده أستاذ ياسر بعد إذنك تفضل أستاذ ياسر لأن الصورة اللي جاية دي مهمة جداً دي محدش في الرابطة ولا اتحاد الكرة شافها نخناها بعد المطش محدش شافها مفيش حاج كاتبت من مراهب الحاج عامر بيمثل فأنا مش هلمس نادي سبورتنج لا، هو الحاج عامر ماله يعني أنا دلوقته ساكسوال خناء زي دي الحاج عامر المراهب مكتبش حاجة والحاج عامر هو المستج نوع فينا بقى يعني إيه ما كتبش دي معرفش يعني أحداث زي دي ما كتبش حاجة معرفش عشان حد بيمثل مسنج ديها فأنا مش هعقبهم أو مش هكتب والناس التانية خايفة تواجه ليه الدرب ده حصل أنا عايز حد يطلع أصلا منه وما ميده يتكلم وضربه بعض أي أن كان بقى ميده أنا عايز حد يطلع يتكلم النهاردة لما أنا جيت هنا وعدت زعلان جدا ومداي وعدت أتكلم في مليون حلة على حسين الشحات لما عمل مشكلة مع الشيبي والضرب بالألم صح هل طلع قرار راضع يخوف كل الناس دي قرار حزيل جدا وبناء عليه طبيعي جدا أنت شوفوا الصورة دي طبيعي يعني يعني شام اختلف معاه نادي حراس حدود نادي نادي كبير ونادي محترم نادي سبورتنج حتى كمان الناس اللي شغالين فيه ناس محترمة لكن الأساس مين مين اللي بيحرك الكرة المصرية في طوامين وفي لوائح اتحاد الكرة المصري صح المهنة الأهم مين يا جابتن مين ده اتحاد الكرة ولا ربطة الأندية أنا عزيز لا ده بيزقه على بعد مين اللي بيحط القوانين واللوايح اللي تمشي على الكبير وعلى الصغير على النادي الكبير وعلى النادي الصغير مين المفروض بالنسبة للأندية الوردوري ربطة الأندية رحمة بيدياب الناس محترمة جدا لكن خلينا نقول أن الموسم السنة دي كشف أني مفيش كوادر كوادر على أرض دي التنفيذ تبقى كويسة تديري الكرة المصري على فكرة بيحنا بنلعب في الوايا يا جماعة اللايحة واضحة اللايحة واضحة بكلم في نقطة مهمة أول نقطة هي أني حلو الكلمة تتكلم في التلفزيون تتكلم كواس أول تطلع تتكلم كواس أول لكن لما يجي وقت التنفيذ بيبان الكادر الإداري اللي هو صاحب كلمة الحق يبقى فيه انضباط ويبعد عن مصلحته الشخصية وعلى مصلحته الجميع كل ده سببه مين سببه تحضر الكور النادي الأهلي على رأس المنظومة لأنه هو أقوى نادي في أفريقيا هو النادي الأهلي كمنظومة وكنادي وكجمهور إذن النهاردة لما يحصل مفروض لما يكون عندك حد قوة تستقوى بيه وتمشي النظام بيه ويبقى هو تبقى الدنيا النهاردة النادي الأهلي إيه المشكلة النادي الأهلي النهاردة مش عايز يبعد محمد الشنول المتخب الأولومبي فبيستند على إيه باستند أننا اللي حاجة يعني هو مكيلي عايز محمد شنوح أقول لك مفاجأة أقول لك مفاجأة وكمل وأنا متأكد من الكلام اللي أنا بقوله اللي محمد عمينم بيه تكلم مع دارة الأهل أنه عايز أصلا هو يروح محمد عمينم عايز يروح مش عرف لاي العيب أنه يلعب إذن مشكلة عامل حسين بس هي مشاكل كتيرة جدا وكل واحد بيدور على مصلحته وأكتر واحد يتكلم في مصر هو ميدو يتكلم يا جماعة كل واحد يحط الكرة المصرية عشان قدر يكون فيه تطوير النهاردة أنا صاحبي إيشام إيشام شخصية محترمة وكويس وبسك فيه هجيبه وهو ده اللي بيددار يا جماعة خناعة دي إيه ده 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 لو متش في الدور يا ميدو ده لو متش في الدور مثلا ما بين الزمال الكل إسماعيلي الإسماعيلي وأي نادي هل كنا هنقعد نستنى كل المدة دي عشان يطلع أقوة ده كده لما تعمل فيها مش شايف يبقى أنت لا تصلح توقي على كرسي دول pakет كت�� يبقى أنت لا تصلح توقي على كرسي ده لو في دوري عام يا ميدو ده شغلة بلتاجة دي لو في الدور العام كان حد لجنة العقوبات أو أي حاجة كانوا يعملوا فيها سرحنين ومعتمدين عن نعمة النساء ولا حاجة